اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تلميذ وتلميذات الصف الأول لابتدائي مرحبا بكم في قناة مستر كمال التعليمية النهاردة إن شاء الله سوف نستكمل معكم الدرس الأخير من الوحدة الثانية وزي ما انتوا شايفين عنوان الدرس بتاعنا play time اسمه ايه play time اللي هو وقت ايه قبل ما نبدأ في الدرس بتاعنا الكتاب بتاعنا اسمه connect ده العنوان بتاع الكتاب بتاعنا connect وقلنا معناها قبل كده إنها يلا بينا نتواصل connect يعني نتواصل ونتحدث باللغة الإنجليزية طب قبل ما نبدأ أحد يعرفني عنوان الوحدة بتاعتنا ايه من يقول كده عنوان الوحدة قبل ما نخلصها في الدرس ده اسمها very good bravo very good معناها my school bag very good ده العنوان بتاع الوحدة بتاعتنا لا ناخد فيها الدرس الأخير النهاردة my school bag اللي هي شنطتي المدرسية وعايزين نعرف جوه الشنطة دي ايه اوكي very good يا أولاد انتو لسا فاكرين الوحدة بتاعتنا اسمها my school bag وقلنا معنى school يعني ايه مدرسة bag شنطة my school bag يعني شنطتي المدرسية bravo عليكم نكمل مع بعض نرجع للدرس بتاعنا لو فتحتوا الكتاب بتاعكم هتلاقوه في صفحة ايه page 16 page 16 يعني صفحة كام 16 very good ايه عنوان الوحدة play time play time وقت الايه وقت اللعب طيب تعالوا نشوفوا بيزي بي بتطلب منينا ايه في الدرس ده في الصفحة دي بتقول لي ايه match and color match شايفين الكلمة دي match يعني ايه match يعني وصل and color and color color يعني لون يجبا هنستخدم الالوان في الصفحة بتاعتنا دي يجبا نشوف العنوان اللي بتقولوا بيزي بي عشان لو تكرر معنا ان احنا ايه نعرفه من اول مرة match نكرر مع بعض match and color match and color match and color يعني وصل وايه ولون very good طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه الكلمات اللي موجودة عندنا دي او ايه الرسومات الحلوة الموجودة دي ميني فكرني ده اسمه ايه very good اسمه book book اللي هو ايه الكتاب very good وده اسمه pencil very good pencil فكرين وبرابو عليكم طيب ودي ايه ميني قولي pencil case very good pencil case اللي هي البقلامة pencil case very good طيب وده ايه pen very good اسمه pen يبع عندي اربع رسومات عندي four pictures اربع صور هنا موجودة عندنا الاربع صور دولة المطلوب مننا نحنا نوصلها بالصور دي برضو عندي هنا book عندي pencil case عندي pen وعندي pencil very good وعندي هنا اربع صور نوصلهم بالصور اللي موجودة المتلوين نوصل مع بعض يلا مين جاهز يوصل معايا good ده ايه اسمه pencil very good pencil جالم رصاص well done very good boys very good girls pencil طب فين البنسل في الصور دي اهو ده ولا oh yes very good well done this picture يقبل رحنا ايه نوصلها مع مين مع الالم رصاص very good بوصلنا pencil مع الصورة pencil very good طب ايه تاني ها جسمه ايه book very good book فين book هنا yes yes this one very good very good تعال نوصلوا كده يلا نوصل الكتاب بالكتاب وبقادي book very good very good book اوكي بعد كده تعال نشوفوا ايدي مين اقول لي pencil case well done very good انا شايفك وسامعك بتقول pencil case very good فين pencil case هنا this is pencil case very good يلا نوصل الله بمين بالمقلمة دي pencil case very good فاضل ايه عندي مش سامع very good well done اسمو pen pen pin اهو pen الفاضل معنا يقبل نوصلوا بمين pen very good وعندي book pencil pencil case وعندي pen very good وحنا عملنا اول حاجة طلبتها من نينا بيزي بي اللي هي ايه match match يعني ايه وصل very good match يعني وصل ومطلوب من نينا ايه تاني بتقولينا بيزي بي and color and color color يعني ايه لون جاية من كلمة color يعني لون وماتش and color احنا وصلنا مطلوب من نينا ايه اللون هاللون زي ما احنا عايزين اح يعني مثلا ايه الالم ده بلون لا زرق ممكن نلونه ايه بلا زرق المقلمة دي pencil case متلونة بلون اسمه ايه red ممكن نلونها بريد او اي لون يعجبنا هنا عندنا book متلونة بلون purple او ممكن نلونها نلونه باي ايه لون يعجبنا very good المهم ايه color color يعني ايه لون very good انا هالشي للحاجات اللي وصلناها هدي وريكم الصفحة لما وصلتها وايه ولونتها اوكي يلا نشوفها مع بعض oh yes this is my beige دي صفحتي انا هديني لو انت اهو الكتاب لو انت اهو pencil لون اخضر green ولونت الكتاب باللون purple لو انت اللون البنسل كيس باللون ايه blue ازرق ولونت الم الجاف برضو blue باللون الايه الازرق very good انت حرين ممكن تلونه باي لون المهم توصله وبعد كده ايه color وتلونه very good تعالوا نشوف الصفحة اللي بعديها يا شطار بنشوف بايه بتقول ايه اللي هي beige كام هاتوبة تعالوا نشوفها مع بعض very good beige 17 اهي صفحة 17 beige 17 صفحة 17 تعالوا نشوف الصفحة بتقول ايه count and color count and color خدنا كلمة color قبل كده معناها ايه color يعني لون طب وكلمة count فاكرينها خدناها في الدرس اللي عدة اسمها ايه count نعد يعني نقول ايه one two three four five six ونعد مع بعض count and color اكيد فاكريني الارقام من واحد لخمسة مين يقول لي one good two three four five well done well done very good very good boys very good girls يلا نقولهم تاني مع بعض one two three four five very good طيب تعالوا نشوف الحاجات الرسومات اللي موجودة عندين دي ايه دي مني فكرني اسمها ايه ruler very good بابو ده book very good ودي bag ودولة sharpner ودولة pins pins يعني اقلام جافة very good طيب عنديكم في الكتاب مش متلونين زي الصورة اللي انتوا شايفينها لاني انا لونتهم تعالوا شوفوا كم مصطرة عندي how many rulers كم مصطرة one no مالكام two very good two rulers two rulers يبقى هنعمل على number one اللي اوله number two نفس اللون يبقى two rulers مصطرتين two rulers two rulers one two ادي one و ادي two يبقى كم مصطرة two rulers تعالوا نعدهم one two very good بنفس اللون لونهم تعالوا نشوفوا عندنا كم كتاب تعالوا نعدهم مع بعض one two three four يلا نعدهم تاني one two three four تعالوا نلون كم دائرة اربع دوائر one two three four one two three four بنفس اللون بتاع الكتاب بتاعنا very good تعالوا نشوفوا الرسمة اللي بعديها اسمها ايدي مين اقول لي bag bag very good bag bag يعني ايه يعني شنطة طيب كم شنطة عندي في الصورة very good well done عندي واحدة بالانجليز اسمها ايه one good يبقى كم دائرة هنلونها yes one اهي باللون الاصفر one very good very good تعالوا نشوف بعد كده الرسمة اللي بعديها عندي ايدي اسمها ايه sharpner sharpner اللي هي البراية very good عندينا كم واحدة تعالوا نعدوهم مع بعض one two three four five very good يبقى هنلون كم دائرة خمس دوائر one two three four five very good بنفس اللون بتاع البراية اللي موجود عندنا في الكتاب good تعالوا نشوفوا كم قلم جاف قلم جاف اسمه ايه pen very good تعالوا نعدوهم one two three يبقى كم دائرة هنلونها three one two three very good very good يبقى بعد نشوف كم في الرسمة كم صورة ونلون ايه ونلون هنا two يبقى two rulers مصطرتين ها four books اربع كتب one bag شنطة واحدة five sharpeners خمس بريات three pins تلات اقلام شافة تعالوا نكررهم مع بعض يعني عايزكم تكرروا وراي ها two rulers four books good well done one bag very good five sharpeners very good three pins very good well done boys very good very good اوكي بعد كده عليمين هنشوف حاجة جميلة جدا اللي هي ايه اسمها ايه you need review unit review يعني مراجعة على الوحدة كام two unit two لانه ده اخر درس في الوحدة رقم اتنين unit two شايفين كلمة unit two يعني الوحدة التانية هناخد عليها مراجعة سريعة نشوف نفسينا احنا ايه اعرفنا الحاجات اللي في الوحدة دي ولا لا اسمها unit review يبقى في نهاية كل وحدة هنلاقي الشكل ده اللي هو unit review نراجعه مع بعض اوكي تعالوا نشوفوا بيزي بي هنا اول حاجة طلبة منينا count and color يعني عند وايه ولون طب هنا بتطلب طلب تاني بتقولينا ايه look and draw look and draw يعني انظر وايه وارسم هنا اول حاجة vocabulary اللي هي المفردات لو عرفنا نقول الحاجات دي هنرسم حاجة اسمها ايه smiley face يعني وجه ايه مبتسم لان احنا لو عرفنا نقول الحاجات دي كلها نبقى احنا مبسوطين وفرحانين هنرسم وجه ايه فرحان لو معرفناش هنرسم sad face يعني ايه sad face يا ميستر يعني وجه ايه حزين لان احنا معرفناش نقول ايه ايه الكلمات بس انا عرفكم انتو شطار هتقولوا الكلمات دي كلها اوكي تعالوا نشوف مع بعض كده اول حاجة نشوفها مين يقول لي دي ايه يلا عشان نشوف نرسم sad face ولا smiley face مين يقول لي دي ايه good very good well done اسمها bag very good طب اللي جنبيها دي pen very good طب الصورة اللي تحت دي ruler very good well done طب الرسمة دي الحلوة دي pencil case very good very good well done وده ايه بنستخدمه كتير بنكتب به اللي هو القلم الرصاص pencil very good well done طب الحلوة دي الخضرة دي اسمها ايه sharpner very good sharpner لانتو شطور خالص well done تعالوا نقولهم مع بعض bag pen 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 ruler pencil case pencil pencil sharpner very good well done انتو برافو عليكم يقبحنا نرسم ايه وجه هنا ايه مبسوط اهو smiley face يعني وجه مبتسم smiley face very good طيب تعالوا نشوف phonics قلتلكم لما نشوف كلمة phonics دي في اعلى الصفحة معناها ايه صوتيات يعني نتعرف على صوت الايه الحروف انا عندي حرفين مين يقولي الحرف ده ايه اسمه p very good ده p اللي هو صوته p والحرف ده اسمه ايه r وصوته r طيب عندي انا كلمتين ruler وعندي pin مين بيبدأ بالصوت p ومين بيبدأ بالصوت r مين بيبدأ بp مين يقولي ruler ولا pin well done very good فعلا اللي هو pin بيبدأ بمين بالحرف p او الصوت p طيب يقبل مصطرة بتبدأ بالصوت ايه r يعني الحرف r ولذلك بنقول ايه ruler ruler لا برافو عليكم انتو شطار يقبل احنا هنرسم smiley face very good اهو الشكل مبتسم خالص تعالوا بعد كده نتكلم عن حاجة اسمها ايه math math يعني رياضيات يعني حساب احنا فعلا خدنا حساب في الانجليزي اللي هو خدنا الارقام من واحد لكام خمسة طيب نعرف نعدوهم مع بعض يلا نشوف كده سمعوني بصوت عالي one two three four five very good لانتو شطار خالص very good well done boys well done girls نقولهم تاني يلا عادي اسمع one two three four five five very good well done boys well done girls احسنتم برافو عليكم شطار خالص يبقى انتو تستحقوا هنا ايه smiley face وجه مبتسم انو فعلا تعرفتوا تقولوا كل حاجة دي خدناها في الوحدة اللي هي unit two الوحدة التانية وخدنا كلها فيها ايه smiley faces كلها وجوه مبتسمة انكم انتو شطار عرفتوا كل حاجة thank you so much for watching اشكركم على المشاهدة ودي نهاية الدرس الاخير من الوحدة التانية وان شاء الله في الوحدة الجاية اللي هي number three هنبدأ معاكم اول درس في الفيديو اللي جاي ان شاء الله استودعكم الله يلا نقولي لما نقول مع السلامة in english نقول ايه bye goodbye thank you thank you bye